وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إخوتي إنها أكبر مصيبة مرت على المسلمين يقول الإمام بن رجب رحمه الله تعالى ويحدثنا عن حال الصحابة رضي الله عنهم حينما وقع عليهم هذا الخبر الذي كاد يخطف بقلوبهم يقول ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون فمنهم من دهش فخولط ومنهم من أقعد فلم يطق الكلام ومنهم من اعتقل لساله فلم يطق الكلام ومنهم من أقعد فلم يطق القيام ومنهم من اعتقل فلم يطق الكلام ومنهم من أنكر موته بالكلية لم يصدق الخبر أيضا يخبرنا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عن هذه المصيبة فيقول قال من أعظم المصائب المصيبة في الدين وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب يقول الإمام القرطبي رحمه الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة انقطع الوحي وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه ويحدثنا الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى من علماء السادة المالكية فيقول اضطربت الحال فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر فأما علي رضي الله عنه فاستخفى في بيت فاطمة وأما عثمان فسكت وأما عمر رضي الله عنه أرضاه فأهجر وقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وعده ربه كما وعد موسى وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم لم يعد يصدق ما صدق الخبر إنما جعل غياب الحبيب صلى الله عليه وسلم تشبيها به كغياب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حينما وعده ربه ولما سمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الخبر أقبل على فرصه من مسكنه بالسنح أو بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس أبدا ثم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاه وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه ثم أكب عليه يقبله ويبكي رضي الله عنه وأرضاه ثم أكب عليه يقبله ويبكي وهو يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي عليك فقد متهاه ثم خرج رضي الله عنه وأرضاه وعمر يتكلم في الناس ويخطب فيهم فقال اجلس يا عمر فجلس وهو ماض في كلامه فقام أبو بكر في الناس خطيبا بعد أن حميد الله تعالى وأثنى عليه فقال وهنا زبدة كلامه الذي ثبت به إيمان من تزعزع إيمانه وجعل الحقيقة تظهر واضحة جلية للناس بعد أن غفلوا عنها ألا وهي حقيقة الموت فقال رضي الله عنه وأرضاه أما بعد فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فلما سمع الناس هذه الآية الكريمة نشجوا يبكون يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فوالله ما إن سمعت أبا بكر تلاها فهويت إلى الأرض ما تحملني قدماي وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات يعقب الإمام القرطبي رحمه الله تعالى على هذه الآية فيقول هذه الآية أدل دليل على شجاعة الشجاعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجرأته فإن الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب الشجاعة تكون عند وقوع المصيبة عليك تكون ثابتاً قوياً لا تتغير يقينك بالله سبحانه وتعالى أقوى من أي مصيبة تأتيك يقول الإمام القرطبي ولا مصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم فظهرت شجاعته أي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فظهرت شجاعته وعلمه قال الناس لم يمت رسول الله ومنهم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه قد سكت سيدنا علي بن أبي طاني بن استخفى رضي الله عنه وأرضاء استخفى في بيت فاطمة اضطرب الأمر بين الصحابة فحينها كشف يقول فكشف الصديق بهذه الآية حين قدومه عن مسكنه بالسنح كشف لهم هذه الحقيقة صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبة في الله لقد كانت هذه الآية الكريمة التي تلاها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أمام الصحابة كانت تذكيرا لهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بشر صلوات ربي وسلامه عليه أوحي إليه من ربه سبحانه وتعالى الله تعالى اصطفاه من بين البشر وهو أجل البشر وأعظمهم وأحسنهم خلقا وخلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالله تعالى اصطفاه لكن حقيقة الموت ستأتي عليه فذكرهم سيدنا الصديق رضي الله عنه بهذه الآية وإذا بالصحابة رضي الله عنهم حينما يسمعونها فكأنما يسمعونها من أول مرة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه ناس فما يسمع بشر إلا يتلوها إلا تذكرها وتلاها معه وبهذه الكلمات القلائل واستشهاد الصديق رضي الله عنه وأرضاه خرج الناس من ذهولهم أمام هذه المصيبة العظيمة مصيبة وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى الفهم الصحيح فالله تعالى وحده الحي الذي لا يموت وأما الإسلام فهو باق وإن توفي وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملائي الأعلى فكما جاء في رواية عنه أيضا رضي الله عنه يقول الصديق فيها إن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه وإن كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد ولا نجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبغين أحد إلا على نفسه وبهذا كانت موعظة سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه للصحابة رضي الله عنهم فذكرهم بالله وكانت الدعامة التي ثبتت إيمان الصحابة رضي الله عنهم بعد هذه الفاجعة ترجمة نانسي قنقر